فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً أولياً سرياً مع بعض قادة بنك سيليكون فالي SVB على إثر بيعهم حصص أسهمهم قبيل إفلاس البنك كعامل أول ضمن التحقيق الذي تشرف عليه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والذي يستند أيضاً على عامل سحب مبالغ كبيرة من جانب عملاء البنك الذين يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم وفق ضمان المؤسسة الفدرالية لتأمين الوداء والتي وضع المصرف تحت إشرافها منذ يوم الجمعة باعتبارها أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008